اشتركوا في القناة نبتدي كده ولاد مع بعض اول سؤال معنا اول سؤال بيقوله اكتب المصطلح العلمي رقم واحد بيقول في الذات وحديث التكافؤ تقع في اقصى يسار الجدول الدوري طبعا احنا كنا اخدنا ان الجدول الدوري متقسم فئات في اليسار فئة اس وفي اليمين فئة بي طبعا في اقصى اليسار بتكون عناصر الاقلاء اللي موجودة في الفئة اس نشوف مع بعض السؤال التاني تلوث ينشأ عن اختلاط فضلات الانسان والحيوان بالماء طبعا اتفقنا مع بعض ان التلوث كان ليه اربع انواع تلوث بيولوجي تلوث كيميائي تلوث حراري وتلوث اشعاعي لما يقول لي فضلات الانسان والحيوان بالماء يبدوى التلوث بيولوجي بعد كده يا ولد رقم 3 معنا التناقص المستمر في اعداد النوع الواحد من الكائنات الحية دون تعويد حتى موت كل افراد النوع طبعا ده هو التعريف الانقراض العدد بيقل وما فيش موليد جديدة فبتنقرد الكائنات الحية طائر انقرد يتميز باجنحة صغيرة وارجل قصيرة ده طبعا طائر الدودو وده طبعا من الكائنات الحية المنقردة حديثا بعد كده يا ولد رقم 5 جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب اوزانها الزرية طبعا ده جدول مندليف ولو قلنا الاعداد الزرية حيكون طبعا جدول مزلي في لز انتقالي مشاع يستخدم في حفظ الاغذية ده الكوبة 60 المشاع ولازم طبعا تقوله لي كم الكوبة 60 مشاع رقم 7 يا ولد مذيب قطبي جيد لمعظم المركبات الايونية وبعض المركبات التساهمية طبعا الميا هو المذيب القطبي اللي عندنا في المنحك مقدرة الزر في الجزيق على جذب الكترونية الرابطة الكيميائية نحوها السالبية الكهربية ونخلي بنا لان الشئال ده بيكرر كتير جدا في الامتحانات رقم 9 ولد اماكن امنة يتم تخصيصها لحماية الانواع المهددة بالانكرود في اماكنها الطبيعية طبعا دوت المحميات الطبيعية ودي من وسائل حماية الكائنات المهددة بالانكرود طبقة مشحونة لها اهمية بالغة في الاتصالات اللاسلكية طبعا دي الايونوسفير وخلي بالك كمان اللي هي لها اهمية تانية كمان غير الاتصالات اللاسلكية اني بينعكس عليها موجات الراديو اللي هي قيمت بالساعة محطات الازع بعد كده يا ولاد رقم 11 جزيء يتكون من اتحاد زرة عنصر مع جزيء من نفس العنصر طبعا الزرة هي الاكسوجين والجزيء اللي هو من نفس العنصر اللي هو أوتو فالتنين مع بعض يدوني جزيء الأزون اللي هو أوسري ملوث مشترك بين حدوث ظاهرة الاحترار العالمي وتآكل طبعة الأزون الفريونات أو الكلورو فلورو كربون ديها اسمين طبعا يا ولاد وكنا قيلين ان دي مهمة بتستخدم كمادة مبردة في اجهزة التبريد ومادة دافعة لرزاز الايرسولات ومادة نافخة لعبوات الفوم وكمان قلنا ان هي مادة مزيبة لتنظيف شرائح الكمبيوتر هنا بيتكلمني على ان هي كمان ملوثة للأزون وبتسبب كمان الاحترار العالمي المصاري الذي تسلكه الطاقة عند انتقالها من كائن حي إلى كائن حي آخر طبعا ديتها السلسلة الغذائية طبعا بتبتدي بكائن منتج وتنتهي بكائن مستهلك عناصر تجمع فيه خوصها بين الفلزات واللافلزات أشباه الفلزات رقم 15 يا ولاد مجموعة العناصر التي تفصل بين الفئتين S و B ابتداء من الدورة الرابعة طبعا هنا الفئة دي اللي تحتوي على العناصر الانتقالية طبعا ما قال لي مجموعة العناصر يبقى أنا بتكلم على العناصر الانتقالية لو قال لي الفئة اللي بتفصل بين S و B طبعا أخلي بالي ان هي الفئة E الفئة دي حفريات لكائنات حية قديمة عاشت مدى زمني قصير ومدى جورو في واسا ثم انقردت ولم تتواجد في حقاب تالية دي طبعا الحفريات المرشدة ونخلي بالنا مش أي حفرية حفرية مرشدة لأن الشروط دي ما بتنطبقش في كل الحفريات بعد كده يا ولاد سؤال رقم 17 ترتيب تنازل لعناصر الفلزية حسب درجة نشاطها الكيميائي طبعا دي متسلسلة النشاط الكيميائي أكاسيد لافلزات أو ساعات يقول لي أكاسيد لافلزية التي تزوب في الماء مكونة أحمد أو محلي الحمضية دي اللي هي الأكاسيد الحومدية الأثار الدلة على النشاط الكائن الحي القديم أثناء حياته أو الأثار الدلة على نشاط الكائنات الحية القديمة أثناء حياته طبعا ما النشاط ده أثناء الحياة فده ما بدي منسمي ده من الأثر منسميه الأثر مجموعة من السلاسل الغذائية المتدخلة مع بعضات طبعا ما قدي مجموعة سلاسل تبقى دي الشبكة الغذائية خاصية تحدد نوعية الارتباط الكيميائي في جزء العنصر أو المركب طبعا خلي بالك منها دي تسمعها السليبية الكهربية طبعا يبتحدد المركب ده قطبي أو مركب غير قطبي هل هو مركب آيونيا هو هكذا شبه فلز يستخدم في صناعة شرائح أجهزة الكمبيوتر ده حيبقى السيليكون الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر طبعا دوت الضغط الجوي المعتاد ما ننساش أنه وقمته 1135 ميلي بار الارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض الاحترار العالمي بعد كده يا ولاد نسخة تبقى الأصل للتفاصيل الخارجية لهيكل كائن حي قديم طبعا ديهات حفرية الطابع طبعا أخذ التفاصيل الخارجية خلي بالك منها وزن عمود من الهواء مساحة مقطع وحدة المساحات وطول ارتفاع الغلاق في الجوي ده طبعا هيبقى الضغط الجوي رقم 27 يا ولاد مجموعة العناصر التي تقع في المجموعة 7A في الجدول الدوري الحديث طبعا ديهات مشهورة جدا للهالوجينات ونخلي بنا منها لازم في جزء منها يجي في الامتحان الظاهرة التي تظهر على هيئة ستائر ضوئية ملونة مبهرة تولى من القطبين الشمالي وجنوبي للأرض دي الأرورة أو ظاهرة الشفاق القطبي بعد كده يا ولاد رقم 29 حزمان مغناطسيان يحيطان بالأيونسفير ويقوم بتشتيت الأشعة الكونية الضارة بعيدا عن سطح الأرض طبعا حزمي فان ألين خلي بالك ممكن يجي لك سؤال يقولك أذكر اسم العالم اللي اكتشف الحزمان المغناطسيان تقوله طبعا اسمه فان ألين غازات يؤدي ارتفاع تركزها في الغلاف الجوي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض دي هتكون الغازات الدفيقة طبعا أنا عندي من الغازات الدفيقة ساني أكسيد الكربون اللي هو CO2 بخار الماء H2O الميسان CH4 وطبعا الفيريونات وكمان معايا أكسيد الناتروز دي كلها بقول عليها غازات دفيقة بعد كده يا ولاد رقم موحب 30 عناصر الفئة دي التي يبدأ زهورها ابتداء من الدورة الرابعة بالجدول الدور الحديث طبعا دي العناصر الانتقالية احتباس الأشعة تحت الحمراء في التروبوسفير أول ما تشوف كلمة احتباس يبقى دي على طول الاحتباس الحراري نخلي بالنا منطلق بطش ما بين الاحترار العالمي والاحتباس الحراري احتباس الأشعة تحت الحمراء يبدأ احتباس حراري ما يتركه الكائن الحي بعد ما اوته فيه السخور الصبية خلي بالك ما تكتبش هنا البقايا تكتب الطابع والتعريف ده جاي في كتاب المدرسة بيقول ما يتركه الكائن الحي بعد ما اوته فيه السخور الصبية يبقى الطابع كده عندنا كم تعريف للطابع؟ عندنا اتنين ما يتركه الكائن الحي بعد الموت في السخور الصبية او نسخة تبكي لأصل التفاصيل الخارجية لهيكل كائن حي قديم تسلسل الحفريات الموجودة في طبقات السخور الصبية حسب تتابع ظهورها من القديم الى الاحدث او من البسيط الى الارقة هيبقى دوت السجل الحفري السجل الحفري وده طبعا ساعدني في دراسة تطور الايه الحياة بعد كده يا ولاد اكمل عبارات الاتية او سؤال معنا يقدر الضغط الجاوي بوحدة نقط بينما تقدر درجة الازون بوحدة نقط طبعا الضغط الجاوي يقدر بوحدة البار والازون بوحدة الدوبسون يبدأ ظهور العناصر الانتقالية ابتداء من الدورة رفع عليك الرابعة رقم 3 يا ولاد حفظت بعد الحشرات كاملة في مادة نقط بينما حفظ الماموس كاملا في نقط طبعا مادة الكهرمان عشان الحشرات تتكون فيها وتفضل محتفظة بتفاصيلها ومكوناتها والجريد الذي حفظ فيه حفريت الماموس عشان برضو يفضل محتفظ بتفاصيله ومكوناته يعرف ما يتركه جسم الكهن الحي بعد موته في السخورة الصبية لسأيلها ايه؟ الطابع نخلي بنام التعريف ده رقم 5 يا ولاد الايون نقط يحمل عددا من نقط يساوي عدد الالكترونات المفقودة طبعا الايون المجب يحمل عددا من الشحنات الموجبة طبعا هو فقط من السالب فالسالب بيقل بس المجب بيايه؟ بيزيجي بل الايون الموجب يحمل عددا من الشحنات الموجبة يساوي عدد الالكترونات المفقودة تتكون الشهب في نقط بينما تسبح الأقمار الصناعية فين؟ طبعا الشهب اتفاقنا هي بتتكون في الميزوسفير والأقمار الصناعية بتسبح فيه الإكسوسفير رقم 7 يا ولاد الروابط بين الظرات الماء نقط بينما بين جزائيات الماء نقط ده سؤال مهم جدا بين الظرات اللي هم زارتي الهيدروجين وزارة الأكسوجين بتكونوا ربطة هنا تساهمية وممكن كمان أكتب ربطة تساهمية أحدية بينما بين الجزائيات بتكون الربطة باسمها ربطة هيدروجينية ونخلي بالنا ممكن يسألي السؤال هي ليه أصلا بتنشع ربطة هيدروجينية بين جزائيات الماء هنا هقدر أقوله لوجود فارق كبير في السالبية الكهربية ما بين الأكسوجين والهيدروجين في جزائيات الماء من ملوسات الأزون مركبات نقط ما تستعجلش تقرأ السؤال الآخر مركبات ايه المستخدمة بأجهزة تبريد الفريونات أو الكلوروفلوروكربون ونقطة المستخدمة في اطفاء الحرائق الهالونات وطبعا قلنا الهالونات بتستخدم في اطفاء الحرائق بعد كده يا ولاد رقم تسعة تعتبر الصحراء نظام بي اي نقط أما الغيابات الاستوائية فتعتبر نظام بي اي نقط طبعا الصحراء نظام بي اي بسيط عدد أفراده قليل أما الغيابة الاستوائية فهي نظام بي اي مركب وعدد أفراده كبير يوجد الفلور في الحالة الفيزيائية لما بقولك حالة فيزيائية أنا قصدي ثلاث حالات الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية الفلور موجود في الحالة الغازية بينما اليوت في الحالة الفيزيائية الصلبة الفلور ومين تاني غازات؟ الفلور وكلور أما اليوت ده حالة صلبة والبروم بيكون حالة سائلة دي بالنسبة للأقلاء أما بالنسبة للهالوجينيت أما الأقلاء فكلها بتكون موجودة في الحالة الصلبة رقم 11 أولاد تعتبر نقاط أبرد طبقات الغلاف الجوي بينما نقاط أعلىها في درجة الحراء طبعاً أبرد طبقة هي طبقة الميزوسفير وما ننساش درجة حارتها سالب 90 درجة مقوية بينما نقاط أعليها اللي هي الثيرموسفير ودرجة حارتها بتوصل لـ 1200 درجة مقوية يتكون الجدول الدوري الحديث من كم دورة وكم مجموعة من 7 دورات أفقية و18 مجموعة رأسية وأربع فئات بعد كده ولاية تكافؤ عناصر مجموعة الأقلاء نقط بينما تكافؤ الغازات الخاملة نقط طبعاً مجموعة الأقلاء بتفقد إلكترون من مستوى الطاقة الأخير فبيكون تكافؤها وحادي بينما الغازات طبعاً هي اللي بتفقد ولا بتكتسب لأنها عناصر خاملة فطبعاً نقول عليها تكافؤها صفري تعتبر محمية مين أول محمية طبيعية في مصر محمية رأس محمد نخلي بنا من أسماء المحميات عندي في مصر محمية رأس محمد أول محمية طبيعية وعندي محمية كمان وادي الريان رقم 15 يا أولاد بزيادة الأعداد الزرية فإن قيم الأحجام الزرية نقط خلال الدورات خلي بالك هو بيتكلم على الدورة ولا بيتكلم على المجموعة في الدورة من اليسار إلى اليمين الحجم الزري بي إل وفي المجموعة الحجم الزري بي زيد فإن نقوله كده بزيادة الأعداد الزرية في إن قيم الأحجام الزرية تقل خلال الدورات توجد طبقة الأزون فين؟ قلنا فيه لأنها طبعا ممكن يسألك علل لأن هي أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي بتقابل فيها أشعة الشمس كمية مناسبة من إيه؟ من الأكسوجين توجد الحفريات دائما في الصخور طبعا سهلة جدا الرصوبية وما فيش عندنا غيرها في المنهج ما يلغبطكش في الامتحان ولا يقولك مثلا صخور بركانية أو إلى آخر وهي اللازم تكون الصخور الرصوبية تسمى عنصر المجموعة 7A باسم الهالوجينيت 1A هتبقى الأقل بعد كده يا أولاد تسمى الرابطة الموجودة بين الجزيئات الماء ونركز بميدي الجزيئات بالرابطة طبعا الهايدروجينية من الساديات المنقردة طبعا المنقردة هيبقى الكواجا وبينما الساديات المهددة بالانقراض دب البند طبعا في السؤال من الساديات المنقردة هو هنا ما حددش حديثا أو قديما فأنا ممكن أكتب الكواجا على أساس أنه هو حديث وممكن أكتب كمان الماموس دوا برضو من الساديات تعتبر المقردة بس دقي قديما فهنا ما حدد ليش فبكتب اللي أنا عايزه 21 يا أولاد يعتبر طائر الأركوبيتريكس حلقة وصل ما بين الزواحف ثم الطيور ما تكتبهاش الطيور بعد كده الزواحف لازم تكتب الزواحف الأول ثم الطيور عشان التتالي في الخلق وتطور للكائنات الحية تعرف أكاسيد الفلزات بالأكاسيد القوعدية وأكاسيد اللافلزات بالأكاسيد الحامدية رتب مندليف العناصر حسب التشابه فيه طبعا الأوزان الزرية من الحيوانات المنقردة في الأزمنة القديمة كده بتكلمني قديما معي الماموس ومعي كمان من الديناسورات يحفظ السوديوم تحت سطح الكيروسين حتى لا يتفاعل مع أكسوجين الهواء الراتب خلي بالك أن الليثيوم كان يحفظ تحت سطح زيت البرافين لأنه كسفته بالنسبة للكيروسين أقل فكان بيرتفع لأعلى ويشتعل حريق فطبعا هنا يحفظ السوديوم والبوتاسيوم وباقي العناصر تحت الكيروسين عدى الليثيوم الأشعة الفوق البنفسجية زيت أثر بينما تحت الحمراء زيت أثر فوق البنفسجية أثرها كيميائي بينما الأشعة تحت الحمراء زيت أثر حراري رقم 27 يا ولاد من الطيور المنقردة خلي بالك من المنقردة أو هي مهددة بالانقراض لا هو هنا بتكلم عن المنقرد طبعا طائر الدودو بينما من الطيور المهددة بالانقراض طبعا أبو منجل ممكن يكون طبعا النصر الأصلحة من المواد التي تزوب في الماء طبعا السكر ملح الطعام دي كلها مواد تزوب في الماء 29 يا ولاد تستخدم الحفريات في التعرف على وجود نقط وتحديد العمر نقط طبعا تعرف على وجود البترول وتحديد العمر النسبي للسخور الروسبية نشوف مع بعض نوعية تانية من الأسئلة ده علامة صح أو خطأ أو السؤال يقل الضغط الجوي بزيادة الارتفاع عن سطح البحر طيب طبعا ده هيبقى صح احنا قلنا بالارتفاع الأعلى بيقل الضغط الجوي ليه لنقص طول عمود الهواء وبالتالي يقل وزنه تزداد الخاصية الفلزية بزيادة العدد الزري في الدورة الوحيدة طبعا عبارة دي عبارة خطأة لأن دايما الدورة تبتدي بفلزة قوي ثم تبدأ الصفر الفلزية يبتقل طبعا لنقص من الحجم الزري يحاطر ايونسفير بحزامان مغماطيسيان يعرفان بحزامان فنقلين صح بعد كده يا ولاد عناصر المجموعة 1A و2A جادة توصيل الحرارة والكارب طبعا عبارة صحيحة جدا لأن 1A أكيد عندهم واحد إلكترون في المستوى الأخير و2A عندهم اتنين إلكترون في المستوى الأخير تتكون الفئة P من خمس مجموعات أيوانا سمعك بتقولي الإجابة هتبقى غلط لأن الفئة P بتتلوم من 6 مجموعات رقم 6 تشير الحفرية المرشدة إلى العمر النسبي للسخور الرصوبية الموجودة بها عبارة صح مليون في المية طبعا تنتج الهلونات من الطائرات الأسرع من الصوت طبعا غلط لأن المفروض أن الطائرات الأسرع من الصوت دي كان بينتج منها أكاسيد النيتروجين اللي هي طبعا يوصل بها طائرات الـ الكونكورت اللي تنبوا في إنتاجها رقم 8 يستخدم الألتيمتر في تحديد ارتفاع الطائرات بمعلومية الضغط الجوي طبعا عبارة مظبوطة وصح جدا اكتشفت أول حفرية للماموس محفوظة في الكهرامون طبعا هتبقى إيجابة غلط أول حفرية للماموس كانت فين؟ في الجليد يعتبر الأركوبيتريكس حلقة وصل بين الزواحف والبرميات طبعا غلط طبعا الزواحف والإيه والطيور طبعا تعتبر محمية وادي الريان أول محمية تم إنشاءها في مصر طبعا غلط إحنا قلنا أول محمية مين؟ محمية رأس محمد بعد كده يا أولاد رقم 12 المأوى النشادر من مركبات القطبية طبعا دي عبارة صحيحة ولو قال لي مثلا علل لأن فارق السليبية الكهربية بين العناصر في كل مركب المركبات كبير نسبيا الحجم الزري لعناصر الدورة الوحدة يزداد بزيادة العدد الزري طبعا ده هيبقى غلط لأن احنا لسا قيلين أن بزيادة العدد الزري في الدورة بيحصل إيه؟ بيقل الحجم الزري أما في المجموعة فالحجم الزري بيزيد بزيادة العدد الزري رقم 14 يا أولاد الكواجة من أشهر أنواع المنقردة حديثا طبعا عبارة صحيحة الكواجة من أشهر أنواع وطبعا طائر الدودو برضو من أشهر أنواع المنقردة في الزمن الحديث يتكون الجدول الدوري الحديث من 7 مجموعات و18 دورة طبعا خلي بالك تقرأ كلام كويس هنا تبقى غلط لأنه هو مبدل لك مفوت 7 دورات و18 مجموعة فعننا تبقى كمان مش بس على الأرقام عيني كمان على الكلمة اللي بعد الرقم رقم 16 يا أولاد عدد العناصر في الجدول الدوري الحديث في الجدول الدوري مندليف 118 عنصر طبعا دي عبارة خاطئة لأن جدول مندليف كان بيحتوي على 67 عنصر فقط خواص العناصر تتكرر بشكل دوري مع بداية كل مجموعة طبعا غلط المفروض أن الخواص بتتكرر بشكل دوري مع بداية كل دورة جديدة عناصر الدورة الوحيدة متشابهة في الخواص طبعا العبارة دي عبارة غلط لأن عناصر المجموعة الوحيدة هي المتشابهة في الخواص لأنه طبعا بتتطفق في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير عدد مستويات الطاقة في الآيون السالب أكبر منها في زرته طبعا هتبقى غلط لأن عدد مستويات الطاقة في الآيون السالب بيساوي عددها في زرته رقم 20 يا ولاد الكابريت يتفاعل مع الأحماض المخففة طبعا عبارة خاطئة لو حد تسألني ليه أقوله طبعا عشان الكابريت دوت من لاف الازات واحنا قلنا اللاف الازات ما بتحبش تتفاعل مع الأحماض المخففة نبدأ مع بعض النوعية جديدة من الأسئلة على الليل ونخلي بنا نقرأ سؤال على الكويس أول سؤال في الزات الأقلاء وحدية التكافؤ يعني إيه وحدة التكافؤ؟ وحدة التكافؤ يعني عندها إلكترون واحد بس طبعا بتميل إلى إيه؟ إلى فقده يبقى إحتواءها على إلكترون إحتواء غلاف التكافؤ أو مستوى الطاقة الخارجي على إلكترون واحد تفقده أثناء التفاعل الإيه؟ الكيميائي رقم 2 يا ولاد تعتبر محمية يولوستون من أهم المحميات العالمية طبعا دي احنا قلنا قبل كده دي مخصصة لحماية الدب الرمادي المهدد بالإنكراد لأنها تعتبر مكان آمن لحماية الدب الرمادي تعتبر الأخشاب المتحجرة من الحفريات الأخشاب المتحجرة دي حفريات ليه؟ لأنها تدل على تفاصيل حياة نبات قديم رقم 4 يا ولاد احتباس الأشعة تحت الحمراء في التروبوسفير قلنا طبعا في حن عندنا حاجة اسمها الغازات الدفيئة لما نسبتها بتزيد بتؤدي إلى الاحتباس الحراري فهنقول كده بسبب زيادة نسبة الغازات الدفيئة جزيء الماء من الجزيئات القطبية طبعا جزيئات قطبية أو مركبات قطبية نفس السؤال هنقول لي أن الفرق في الساليبية الكهربية بين عنصريه كبين نسبيا ولو حد قال لي لأن الفرق في الساليبية الكهربية بين الأكسوجين والهيدروجين كبين نسبيا برضو الإجابة صحيحة رقم 6 أولاد يحفظ السوديوم تحت الكيروسين قلناها بلكده وده سؤال مكرر أصلا من أول عدادي بس موجود عندنا في المناجي بتاعنا في تاني عدادي لما نتفاعله مع أكسوجين الهواء الرطب تسمى طبقة التروبوسفير بهذا الاسم طبعا لأنه يحدث بها معظم الاضطرابات الجوية وقلنا أن التروبوسفير معناها الطبقة المضطاربة جبل المؤطم كان جزء من قاع بحر منذ حوالي 35 مليون سنة طبعا قلنا أن حجاره جارية وتحتوي على حفرية أنيمولايت ترك مندليف خانات فارغة في جدوله الدوري الحديث ليه مندليف سيب خانات فارغة؟ قلنا لأنه تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وحد دقيم أوزانها ذري وقف إنتاج طائرات كونكورد قلنا طبعا لها وقود والوقود بتاحها لما بيحترق بينتج عنه أكسيد النيتروجين التي تسبب تأكل طبقة الأزون يبقى الإجابة هنا لأن احتراق وقودها ينتج أكسيد النيتروجين الملوثة للأزون يعتبر السيزيام أنشط الفلزات لأنه أكبر العناصر حجما زريا طب هو السيزيام ده فين؟ تعال كده نفتكر السيزيام ده طبعا بيقع في مجموعة الأقلاء وبيكون في آخر المجموعة خالص فبيكون أكبر الأقلاء حجما زريا وأكبر عناصر الجدول الدوري كله حجما زريا وده طبعا بيخليه أنشط الفلزات وبيخليه طبعا بيفقد الإلكترونات بشكل سهل من مستوى الطاقة الأخير رقم 12 صعوبة التعرف على عناصر أشباه الفلزات من تركبها الإلكتروني طبعا هنقول هنا لاختلاف عدد الإلكترونات في أغرفة التكافؤ يعني مثلا عنصر التليريوم التليريوم عنده ستة إلكترونات في مستوى الطاقة الأخير عندك عنصر السيليكوم في أربعة فهما عندهمش رقم سابط في مستوى الطاقة الأخير ارتفاع درجة غليان الماء بسبب طبعا وجود الروابط الهايدروجينية هي هي لو قال لي برضو ارتفاع درجة غليان وتجمد الماء رقم 14 تسمية الغابات المتحجرة بجبل الخشب لو كنا جينا مساكنا كلمة جبل الخشب جبل يعني صخور وخشب يعني أشجار لاحتواء على أخشاب متحجرة تشبه الصخور يبقى أخشاب متحجرة تشبه الصخور يستخدم النيتروجين المسال في حفظ قرانية العين طبعا لانخفاض درجة غليانه التي تصل لسالب 196 درجة مئوية رقم 16 يا أولاد الجزء السفلي من الاستراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات طبعا لأن حركة الهواء به أفقية كما أن الطبقة في هذه المنطقة خالية من الغيوم والإضطرابات الجوية تأثير النظام البيئي البسيط عنده غياب أحد الأنواع الموجودة فيه طيب طبعا لعدم موجود البديل الذي يعود غيابه ويقوم بأيه بثوره تعال كده نفتكر ما بعد يعني ايه النظام بيئي بسيط النظام البيئي البسيط دهه يكون النظام بيئي قليل الأنواع يتأثر بشدة طبعا عنده غياب أحد الأنواع قلنا لعدم وجود البديل اللي بيعود غيابه زي الصحرة كده تسميت في الزات المجموعة 1A بالأقلاء طبعا أقلاء يعني جاي من كلمة قلوي هقول كده لتفاعلها مع الماء مكونة محلية قلوية شذوس خواص الماء طبعا بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء دي اللي بتكون مسؤولة عن شذوس خواص الهيدروجينية الماء رقم 20 يا ولاد عناصر المجموعة الوحيدة في الجدول الدوري الحديث متشابهة في الخواص قلناها من شوية لأنها تتفق في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير تسمية النصر الأصلع بهذا الاسم قلنا لأن رأسه مغطى بريش أبيض فيبدو من بعيد وكأنه أصلع رقم 22 يسمى الجزء العلوي من الثرموسفير بالآيونوسفير طبعا لأنه يحتوي على آيونات مشحونة الهالونات سلاح زوح الدين ليه الهالونات سلاح زوح الدين لأنها بتستخدم فيه طبعا سلاح زوح الدين أنا بتكلمها دي بمعناها أن أنا هتكلم على فايدة وضرر طب إيه الفايدة بتاعت الهالونات أنها بتستخدم فيه إطفاء الحرائق طب إيه الضرر بتاعها أنها بتسبب تأكل طبقة الأزون أو من ملوسات الإيه الأزون بعد كده يا ولاد يذوب السكر في الماء رغم أنه مراكب تساهمي الإجابة هنا لأن جزيئات السكر تكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء لو حطيه طب ليه الزيت ما بيدوبش في الماء هقوله طبعا لأن الزيت يفشل فيه تكوين أو لا يكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء استخدام الكوبلت 60 المشاع في حفظ الأغذية لأنه بيصدر منه نوع من الأشعة بسميها أشعة جامع بتمنع تكاثر الجرسيم دون أن تؤثر على صحة الإنسان طائر الدودو كان فريسة سهل الاستياد طبعا هقول كده اللي قسر أجنحته فكان لا يستطيع الطيران حركة الهواء في تروبوس فيه الرأسية طب ده ليه بقى يا ولد كنا قيلين إن بيحصل عندي اللي هي طيارات الهواء المفروض إن الهواء الدافئ اللي بيبقى قريب من الأرض ده بيرتفع لأعلى بسبب إن كسفته بتقل وبيهبط أو بيحل محله طيارات الهواء البرد يبقى لصعود طيارات الهواء الدافئة لأعلى وهبوط طيارات الهواء الباردة لأسفل فده بيدي الهواء حركة رأسية لا تعتبر كل الحفريات المعروفة حفريات مشهدة نحن قلنا من شوية إن الحفريات المشهدة لها شروط ومش كل الشروط بتنطبق على كل الحفريات وبالتالي هقول كده لأن الحفريات المشهدة حفريات أول حاجة لكائنات عاشت مدى زمني قصير رقم 2 ومدى جغرافي واسع ثم انقردت ولم تظهر في حقب تالية وطبعا ده ما بتحققش في كل الحفريات يزداد الحجم الزري لعناصر المجموعة الواحدة بزيادة العدد الزري لزيادة عدد مستويات الطاقة المجهولة بالإلكترونيت حدوث الإنقراض في العصر الحديث طبعا إحنا كلمنا على الإنقراض عندي نوعين من الإنقراض عندي إنقراض قديما وإنقراض حديثا الإنقراض قديما ليه أسباب والحديث ليه أسباب هنا بيكلمني على مين؟ على الحديث يبقى أقوله الأسباب عندي كم سبب؟ طبعا الصيد الجائر تدمير الموطن الأصلي التلوث البيئي والتغيرات المناخية بسبب أنشطة الإيه الإنسان الصناعي اكتب المعادلات الكيميائية الدلة على أول حاجة أولاد زوابان أكسيد الماغنيسيوم في الماء أكسيد الماغنيسيوم رمزه MgO والماء طبعا إنت عارف اللي هي رمزها H2O يبقى لاتنين مع بعض MgO زائد H2O يديني MgO H by 2 طبعا ده اسمه هيدروكسيد الماغنيسيوم السؤال اللي بعد كده تفاعل بروم مع البوتاسيوم البروم بي أر البوتاسيوم طبعا اللي هو كي طب المفروض إن أنا عندي دلوقتي كي مع البي أر دول هيدوني إيه؟ أنا كده عندي هالوجين وإيه وأقلاء يبقى دول المفروض هيدوني ملح يبقى المعادلة بتاعتي 2K زائد بي أر 2 هيديني 2K بي أر نخلي بنا إن أنا بكتب بي أر 2 لإن الهالوجينات بتكون موجودة في شكل جزيئات سنقية الزرة رقم 3 أولاد تفاعل الماغنيسيوم مع حمض الهيدروكسيد المخفف الماغنيسيوم Mg زائد الحمض الهيدروكسيد المخفف 2HCL بكتب عسام كلمة ضيل فيديني MgCl2 زائد H2 تصعد لأعلى طبعا ده اسمه كلوريد الماغنيسيوم بنسميه ملح الحمض وتصعد غزمين الهيدروكسيد امرار طيار كهربي في ماء محمد بحمض الكابريتيك إيه اللي هيحصل؟ ده طبعا تحليل الماء كهربيا الماء عندي H2O هعمل لها تحليل كهربي هتتحلل ليه عناصرها الأولية اللي هما الهيدروكسيد والأكسجين يبقى 2H2O تحليل كهربي هادييني 2H2 زائد أوتون خلي بالنا إن حجم الهيدروكسيد بيكون ضعف حجم الأكسجين لو سألك على الأرقام بتاعتهم يعني ممكن يجيبلك زي مسألة كده زي اللي جاءت لنا في امتحان الشهر يقولك مثلا حجم الأكسجين مثلا ثلاثة احسب لي حجم الهيدروكسيد يبقى ثلاثة في اثنين بإيه؟ بستة وممكن يعكسلك بعد كده ولاد رقم خمسة تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الماء ثاني أكسيد الكربون CO2 مع الماء اللي هي H2O يديني H2CO3 ده بنسميه حمد الكربونيك تفاعل غاز الكولور يبقى CL2 مع بروميد البوتاسيوم اللي هو 2KBR هيديني مين؟ طبعا هنا الهالوجين يحل محل الهالوجين الأقل من النشاط يبقى هيديني 2KCL زائد بي أرطو طب لو تعكست يا أولاد يعني لو قالي البي أرطو زائد 2KCL طبعا لا يحدث تفاعل بعد كده يا أولاد تفاعل السوديوم مع الماء 2NA ده السوديوم زائد 2H2O الماء يديني 2NA و H طبعا ده قلوي عشان ينتهي بالهيدروكسيد مع تصعود غاز الهيدروجين وطبعا اتفقنا قبل كده التفاعل ده بينتج عنه اشتعال وفرقا أذكر فرقا واحدا لكل من جزء الفلور وجزء الهليم الفرق بين جزء الفلور وجزء الهليم جزء الفلور غاز نشط والهليم بيبقى خامل وطبعا في فرق تاني كمان ان جزء الفلور بيتكون من زرتين وجزء الهليم بيتكون من زر رأيه واحدة بعد كده يا ولاد أذكر فرقا واحدا بين كل من التروبوسفير والسطراتوسفير هنا فروج كتير جدا بس احنا ممكن نختار ان التروبوسفير سمكها 13 والسطراتوسفير سمكها 37 ممكن نقارن ما بينهم من حيث الضغط التروبوسفير ينتهي الضغط في نهايتها عندها 100 ميلي بار والسطراتو واحد مني بار طبعا والحرارة Grey وتنتهي درجة الحرارة عندها بسلب ستين والسطراتو بسفر درجة مايوية وكمان حركة الهواء تبقى في التروب الرأسية وفي الاستراتيه هنا أذكر فرقاً واحداً بين النظام البيئي البسيط والنظام البيئي المركب في أكتر من فرق النظام البيئي البسيط بيكون قليل الأنواع النظام البيئي المركب بيكون كثير الأنواع النظام البيئي البسيط يتأثر بشدة عند غياب أحد الأنواع النظام البيئي المركب لا يتأثر بشدة عند غياب أحد الأنواع وطبعاً الأمثالة بس طبعاً هو يعني المثال مش فرق بس أنا لو عايز أدم إجابتي بمثال هيبقى الصحراء والغير بعد كده يا ولاد السؤال رقم 7 احذف الكلمة الغريبة ممكن يجيلك بالهيئة دي وممكن يقولك احذف الكلمة الغريبة واربط بين باقي الكلمات بالمصطلح اللي يربط ما بينهم نشوف كده مع بعض البرون والنيون والسيليكون والجرمانيوم طبعاً هنا هنطلع النيون لنيون غاز خامل وباقيها عناصر أشباه في الزيت الفريونات الهالونات أكسيد النيتروجين بخار الماء طبعاً مين الغريب عندي هيبقى بخار الماء أما للفريونات والهالونات وأكسيد النيتروجين دي هتبقى من ملوسات الأزون القالب والطابع والسجل الحفري وحفرة كائن كامل طبعاً كل دوت الغريب فيه السجل الحفري طيب ليه مصر عشان الباقي دي من أنواع الحفريات البندة الخرطيط طائر الدودو والنسر الأصلع طبعاً هنطلع مين هنطلع طائر الدودو لأن دوت انقارت خلاص البندة الخرطيط النسر الأصلع هقول عليها إيه حيوانات مهددة بالإيه بالإنقراط التروبوبوز والستراتوبوز والميزوبوز والستراتوسفير طبعاً هنا هطلع على استراتوسفير وباقي الطبقات ديتها هي مناطق تثبت بها درجة الحرما بين الطبقات وبعضها البعض الكولور واليود والإستاتين والفلور هنطلع مين بيز ده كلهم بميز هالوجينات يبقى أنا هطلع مين هطلع على الاستاتين عارف ليه الكولور واليود والفلور دي هالوجينات موجودة في الطبيعة أما الاستاتين فده بيحضر إيه صنوعين نخلي بالنا بالسؤال ده بعد كده يا ولاد سوديوم وسيزيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم طبعاً هنا هنطلع المغنيسيوم ليه مستر لأنها كل العناصر الأخرى من مجموعة الأقلاء 1A لكن المغنيسيوم من مجموعة 2A هالونات بخار ماء غاز الميثان ثاني أكسيد الكربون هنطلع مين هنطلع على الهالونات طب بخار الماء والميثان وثاني أكسيد الكربون دي غازات دفيقة رقم 9 تلوث بيولوجي تلوث دوضائي تلوث كيميائي وتلوث حراري هنطلع طبعاً تلوث الدوضائي والباقي كله من أنواع ملوثات المياه طيب السؤال اللي بعد كده أكتب نبزة مختصرة عن ظاهرة الاحتباس الحراري طبعاً احتباس الحراري احتباس الأشعة تحت الحمراء في التروبوسفير نتيجة زيادة نسبة الغازات الدفيقة مثل طبعاً ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والفريونيت بعد كده أولاد العلاقة بين كسافة الماء ودرجة حارتها احنا قلنا أنه لما الماء بتكون عند 4 درجة مقوية بتكون أكبر كسافة لها لها 1 جرام لكل سنتيمتر مقعب لكن بنخفض درجة الحراري عن 4 حتقل الكسافة عن 1 جرام لكل سنتيمتر مقعب حتى حالة التجمد بيبقى فيها الجليد أو التلج كسافته أقل من كسافة الماء إلى من تنسب الأعمال الآتين خلي بنا بقى كلمة أسماء العلماء اكتشف أن نواية الزرة بتحتوي على بروتونات موجبة هيبقى رازار فورد رقم 2 يا أولاد اكتشاف حزمان مغناط السيان حول كواكب الأرض طبعاً أذكر أهمية واحدة لكل من جهاز الأنيرويد جهاز الأنيرويد تحديد حالة الطقس المحتمل اليوم بمعلومية الضغط الجوي بعد كده يا أولاد المحميات الطبيعية قلنا حماية الأنواع المهددة بالإنقراط الهالونات الهالونات قلنا إطفاء حرائق البترول أو الحرائق التي لا يمكن إطفاءها بالماء بعد كده يا أولاد النيتروجين المسال قلنا حفظ قرانية العين الكوبالت 60 المشاع دوت قلنا حفظ الأغذية بعد كده يا أولاد التحليل الكهربائي للماء الحفرية المرشدة تحديد العمر النسبي للسخور الرسوبية بعد كده يا أولاد هنخش على مسألة رقم واحد احسب ارتفاع الجبل درجة الحراء عند السفح يعني عند سطح الأرض 20 درجة مقوية وعند القمة سالب 6 درجة مقوية هنقول كده الحل مع بعض طبعا لينا قانون لازم نكتبه درجة السفح ناقص درجة القمة على 6.5 السفح عندك 20 ناقص القمة اللي هي سالب 6 يبقى 26 في البسط عشان السالب والسالب مجب حقسم على 6.5 الديني 4 كيلومتر نشوف مع بعض نوعية تانية من المسائل إذا كانت درجة الحرارة عند سفح الجبل 30 فكم تكون أعلى ارتفاع 3 كيلومتر المراضي مديلك درجة الحرارة عند السفح ومديلك الارتفاع أول حاجة بنحسبها مقدار التغير في درجة الحرارة اللي هو الارتفاع في 6.5 يعني الثلاثة في 6.5 بالسعتاشر ونص بعد كده أنا مفروض أن أنا عند السفح وعايز أجيبها عند القمة يبقى درجة حرارة عند القمة بتساوي درجة الحرارة عند السفح ناقص مقدار التغير هيبقى 30 ناقص السعتاشر ونص هيبقى عندي عشرة ونص وبكده نكون خلصنا مراجعتنا النهاردة أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا واتنسوش بقى اللايك والشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة